ان شاء الله ناردا نتكلم عن بطاقة الخدمات المتكملة وطبعا بعد اعلان وازلت التضامن الدكتورة نيفين الكباجي اللي اعلنت عن انطلاق المرحلة التانية للحصول على الفئات من السادة المعوقين عن خلطة خلطة المتكملة ان شاء الله. امعنا الناردا الموضوع على اليوم السابع وبيانوان وازلت التضامن تطلق المرحلة السانية لكالت خلطة المتكملة لزوئ العاقة وتعني اتاح توصيل البطاقات الخلطة المتكملة حتى المنزل. وازلت الساحة بالقالة استخراج تمامية الف بطاقة خدمات متكملة لزوئ العاقة في المرحلة الاولى. ده كده اه عنوان اللي جاي على لسان دكتورة نيفين كباجي وازلت التضامن وهي وازلت الساحة. طب نعرف بقى تفاصيل الموضوع ده عشان نعرف معكها مع بعض ان شاركت للحلقة. ايه هي ممائزات كارت الخلطة المتكملة وكمان ازاي نطلعه ايه خطوات استخراجه بمعنى صح. اول حاجة عندنا الدكتورة قالت ان تم الانتهاء من مرحلة الاعداد لاستخدار بطاقة الخلطة المتكملة. مشيرا ان البطاقة الخلطة المتكملة استصل للبنازم من خلال الاتفاق مع احد الشركات. واضفت وزيل التضامن خلال اطلاق المرحلة السانية لكارت الخلطة المتكملة للاشخاص زي والعاقة. اه المتوسطة بحضور الدكتورة هالة زيت وزيلة الساحة. واسكنها تماما الانتهام من ما كانت نموذج التقييم الطبي. وتصنفها تبقى للفئات العامية وما كانت نموذج التقييم الوزيفي. ونموذج خلالات متكملة للتطوير قاعد بيانات متكملة كذلك اجراء ربط الشبكة بين الاطراف المعنية بالكشف التبي والوزيفي. اه تبقى لقانون رقم عشر ستافون وتمنتاشر كذلك التعاون مع مجمع الاصدارات المؤمنة والزاكية واحدة الشركات لاجراء استخراج بطاقات مع اعداد فرق عمل اضافية لسد العجز الكواد البشراء في مكاتب التأهيل لسرعة تقديم الخدمة. ده كده كان بداية كلام الدكتورة اه الوزيفة التضامن. وتبعا اوضحت برضو ان انواع اللعقات لاصدار الكارت المتكملة بمحالة تانية شملت اعاقة اه العاقة الحرقية والعاقة السماعية والبصرية والزهنية. وطبعا السماعية والبصرية والعاقة واللعاقات المتعددة زي الكسار القامة وامراض الدم المزمنة مثل الهيموفيلين الهيموفيلية وغيرها قالت تهدد الحقيقة انواع الاضطراب على نسخل الاضطراب اقسم من عام بعد العلاج المستمر بما يؤثر على الوظائفة الحياتية للمواطن والاضطراب التوحد والاضطراب فرط الحركة. اه دي كمعا كان انواع العاقات التي اتعلقت دورها بينكم بقوات التضامن. واقضا اشارت برضي لان مرحلة الاولى لكاتر الخدمات المتكاملة لاشخاص زور الحركات الخاصة كانت للعاقات الشديدة والواضحة. اه لافتة ان اهمية ما كانت الكوميسيون التبي وماكنة استمارة الكاشف التبي واعداد منصة اكترونية لاشخاص والاعقة لحصوله على موعد اجراء الكاشف التبي ومشارك انه تم تحميل المنصة والاستمارة بعد اجراء عديد واجرات عديدة وتنسيق مع العمل للتأمين الساحي. ده يا جماعة كده كان بداية على الموقع المستابع للموضوع الخاص بالخدمات المتكاملة والاعقات اللي هي اه هتم التعام معها الفترة الجاية. زي ما قلناها مع بعض. تعالوا بان شوف بايه بقى المزايا اللي بيترحها كاتر الخامات المتكاملة. وكمان ايه طرق استخراج اه هزا الكارت. طبعا لزوء الاعاقة. التضامن توضح مزايا بتقاطر الخامات المتكاملة لاشخاص زوء الاعاقة. اه قال خليل محمد اه مدير عام ادارة التأهيد بطاقة التضامن الاجتماعي ان بطاقة الخامات المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية لزوء القدرات الخاصة هي بطاقة منصوص عليها في قانون حقوق الاشخاص زوء الاعاقة. الذي صدر في عام افنين تمنتاشر از تعد الوسيلة الوحيدة لمعتمدة لازبات الاعاقة. ونوعها ودرقتها مشهيرة الى انها خليل فترة مولة سيقدر بها شدة الاعاقة. يعني يا جماعة اي حد معاق الوسيلة الوحيدة لازبات الاعاقة هي هو او حصوله على بطاقة الخدمات المكاملة. وكمان فترة جاية البطاقة تطلع هيكون مكتوب بها شدة ودرجة الاعاقة. اه طبعا تضم تكشف عن الخدمات المقدمة لزوء الاعاقة. واللي هيطلع لهم البطاقة ان شاء الله اللي هي كارت الخدمات متكملة. واضاف خليل خلال مداخل اهاتفين مع الاعلامية رشا مجدي مقدمة بنامج صورة التحرير. على زيارة على شاشة صدى البلد ان البطاقة توفر مجموعة من المزال الاشخاص الحاصرين عليها. اه مثل الجامع بين المعاشين والدمج في مدارس اه في مدارس. وجماعات ومعاهد والتعيين دي من نسبة الخمسة في المية. والاعفاء من الضرائب والرسوم الجمهورية على السيارات والاجهزة التعوضية الوردة لاستخدام الاشخاص زوء الاعاقة. والاعفاء من الضرائب على الدخول الشخصية للاشخاص زوء الاعاقة ومن يرعاهم. يا جماعة هنا الاعفاء من الضرائب والاشخاص زوء العاقة وكمان من يرعاهم. والحصول على سكن ميسر وخصومات على وسائل النقل ولا الموصلات. والاشتراكات في مأجل الشباب والاندية والمجانية الدخول كل المتاحب والمناطب الاسرية. طبعا كل اللي همنا في المزايا الخاصة بكاتل خلالاتهم متكاملة في الجزائية دي. هي مسلا الجامع بين معاشين. وكمان الموضوع الدمج في مدارس وجماعات والمعاهد. والتعيين دي من نسبة الخمسة في المية. الى جانب بقى الناس اللي هي طبعا موظفين او اللي بيشتغلوا في اماكن آآ تمام امن عليهم وليهم رواطب شعرية. طبعا في اعفاء من الضرائب والرسوم آآ طبعا ضرائب ورسوم الجمهورية على السيارات. ايقابل اعفاء من ضرائب طبعا على المرتبات هم ببداية حسبه كل اخل سنة على نزل تلطب التلطب بتاعتهم. طبعا الجهزة التعودية الولادة لاستخدام الاشخاص. والاعفاء من الضرائب على الدخول دي اللي نبتاه من شوية. لعفاء من الضرائب على الدخول الشخصية. للاشخاص زاوا الاعاقة ومن يرعاهم. آآ الى جناب حصوله على ساكن موسى وخصونات على وسائل النقل والمسطلات والاشخاص في ملاجهة للشباه والاندية والمجندة الدخول كل ما تحفو المناطق العسلية. انا قلتها مرة تانية عشان دي مهمة جدا جدا هي مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة. وطبعا تابع مدير ادارة التأهيل بوزارة التنمية الاختنية ان الوزارة تنصق مع الوزارات المعانية من اجل ربط الشبكة مع كل الوزارات التقديم من الخدمات اللي هو الاحتاجات الخاصة من حاملة طبعا هذه البطاقة. نيجي بقى نقطة نقطة مهمة في منولة النهاردة وهي خاصة بخطوات الحصول على البطاقة متكملة. انا ازاي يقدم عليها? علشان اقدر احصل على هذه البطاقة. اشار انه يجب التسجيل. ناكد زي يا جماعة لستطيع مع بعض. لك از واحدة واحدة يجينا نقولها بالراحة مع بعض استازمكم. اشارا له الى انه يجب التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان. والتي جرى الاعلان عنها اليوم من الحصول على ميعاد ومكانك كشف الطبي. ثم يقدم سورة شخصية. والفحوص والتحاليل المطلوبة من الموقع. يعني انت بعد بس اجعل على موقع مش étaient في فحوصات وتحاليل مطلوبة منك هتقدمها ا bagus تاني ثم نقوله من اول. اه طبعا يجب التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان ولاية الاجارة الاعلان عنها اليوم بالحصول على ميعاد يعني اول حلقة تم اخد معاد والمكانك كشف الطبي. ثم يقدم سورة شخصية متوقن عن سورة شخصية. والفحوصات التحيل المطلوبة من الموقع. وبعدها هيتوجه لاجنة طبية. طبعا هيتم تحديد لاجنة طبية لحضرتك لما تسجل على الموقع لتقدمها ثم اخضع لكشف الطبي. هتقدم وراك ده جلو. وبعدها في معالك لكشف الطبي. وبعدها هيجري الاستعلام عنه الاكترونية على موقع اوزارة الصحة. فيه استعلام يتم على حضراتكم. وازا جرى قبوله في حال طبعا الموفقة فانه سيدون بيانات هيتم تدوين هتدون بياناتك على موقع اوزارة التضامن. يعني بعد ما تم قبولك انت هتخش على موقع اوزارة التضامن. وطبعا هتبدأ اه بتدون بياناتك الشخصية اللي هي خاصة بك انت. اه طبعا اه لتحديد اه حتدور بياناتك علشان تحديد زيارة للمكتب التحيل المقتص. اللي هو في منطقتك. مكتب التحيل المين اللي هو في منطقتك. طبعا هنا بقى هيبت ازجل از يبلغ عدد عددها متين خمسة وعشرين مكتب. المجاتب دي على مستوى الجمهورية في خمسة وعشرين مكتب. في جميع محافظات. كما يجب ان يقدم ثلاث سور. اذا منطرح المكتب بقى يكون معك الثلاث سور شخصية. بتكون اربعة في ستة. بتكون خلفية بيضة. واصل وصورة من البطاقة رقم قومي. وطبعا اجراء التقييم الوزيفي من خلال مختصين في مكاتب التحيل. انت كل مطلوب منك بعد ما تساجل على موقع. يا جماعة الناس اللي هي. اه لسه هتثبت الكشف التب بتاعها. الكشف التب يكون الحديث. بتسجل على موقع بزلط الصحة. تحدد لك معاد. بتشوف الاوراق المطلوب منك بالجهازة كتحاليل بتطوله منك يعني او فحوصات. وبيبدا تحدد لك معادة الكشف التب. بعد كده لما بتوافق عليك. بتاخد بيوزبط انت اوكي خلاص يعني تم موافق عليك. يعني اه تم القبيل معنا صح. هتبدأ تخش على موقع بزلط التدام الاجتماعي. وبتحدد مكان اه زيارة المكتب التأهيل اللي هو في منطقتك. وطبعا اه بتاخد معكم انترايح لما تحدد المعادة في المعادة لما بتحدده بتاخد ثلاثة صور شخصية. اربعة وستة بيكون خفاية بيتها الى جانب صورة اه صورة والاصل بتاع بتطرق مقامي. وبتروحها بيعملوح اسمها تقييم وزيفي من خلال مختصين طبعا في مكاتب التأهيل. اه اخر جوزية معنا النهاردة هي التضامن طبعا المرحلة التانية اه تستهدي دي في المحل احنا طبعا التاني اللي بدأت دي بستهدي في اربعة مليون شخص يا جماعة. بني اعرف كي التفاصيل كانت على سن خلين محمد على كله هو طبعا ما دي قدرت اتضامن بالخاص بمعاقيم. قال اه وشد خلي على قبور كل اصحاب الاعقات الحركية والبصرية والسامع البصرية. وكسارة قامة والسهنية والاعقات المتعددة وامرات الدم في المرحلة السهنية. مشيرا ان انه جرى تأجيل حالات القلب لمرحلة التالتة يا جماعة حالات القلب. اه تم تأجيلها لمرحلة التالتة بالاضافة الى بعض الاضطرابات مثل كسور الانتباه وسوابات التعلم والاضطرابات النفسية. اه دول يا جماعة احنا قولهم تاني. دول تم تأجيله من المرحلة التالتة. لهم ما يبقى تم تأجيله من المرحلة التالتة حالات القلب. اهو تم تأجيل حالات القلب لمرحلة التالتة بالاضافة الى بعض الاضطرابات مثل كسور الانتباه وسوابات التعلم والاضطرابات النفسية دول تم تعييره بمرحلة التالت اللي لسه تنزل بعد مرحلة التالية. اما المرحلة الاولى استهدفت طبعا الاعقاة الشديدة وبلغة الشدة وتستهدف ما يتروح بين تلاتة ونصف مليون اه مواطن الى اربعة مليون شخص في المرحلة اللي طبعا التالية. اه ده كده كان موضوع النهاردة عن اه طبعا موضوع بطاقة القناة المتكاملة. الموضوع ده بيشكل اه عايز كتير من اه زاو الاعقا او زاو الهمم. واللي طبعا اه لازم نتكلم عنه عشان اه ده كان مهم جدا الناس تعرف ايه المطلوب منها عشان هي قدر يحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة. هستيبت لك رابط للموضوع بتاع جريدة الوطن. اللي فيه طبعا اه خطوات الحصول اهو يا جماعة خطوات الحصول على بطاقة المتكاملة هاسبولك في اول تعليق مثبت. وهو في الطريقة هتبع ان هتقرها كويس جدا جدا. انا شرحتها للي ما وصلتش معهم او يراها واحدة واحدة. او يسمع الفيديو مرة تانية. وطبعا في المزايا اللي بتقدمها الكارت الخدمات المتكاملة. اه هي الخدمات انت هتعود عليك لما تحصل عزيز بطاقة. اه بما انك انت شخص من زوء الهمم. ده كان موضوعنا النهاردة الخاص طبعا ببطاقة الخدمات المتكاملة. نتمنى يا ربي التوفير للجميع. واشكركم. واختم كانت بالصلاة والسلام على سوء الله. ومنسوش ادعمونا باللايك. لو شايف المحتوي اللي انا بقدمه حاضرتها لحضراتكم بيهمكم. وطبعا المشارك في في القناة يشرفني اشتراكم. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.